أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والله مع القبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرح والمغرب يهدي من يشاء إلى شراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كوت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليودع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثوا ما كوتم فولوا أجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع القبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهته وموليها فاستبعوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم